أعادت مريم إخت ألي عاظر عند قدمي يسوع وكانت عم تسمع كلامه أما مارثا أختها كانت ملبكة بخدمات كتيرة فتطلع بيسوع وقالت له يارب شوف إختي تركتني أخدم واحدة إلا تقوم تساعدني؟ رد عليها يسوع وقال مارثا مارثا أنت تهتمين وتتطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها سلام المسيح قديش في مننا بهالأيام بيهتموا بإشياء كتيرة بيظلوا ملبكين عطلانين هم بكرة بينما فعلا الحاجة إلى واحد التقرب من الرب الإله بعدها الأحداث الأخيرة اللي عم نشوفها ونواجها صعوبات كانت ولا أمراض حروب دمار حين الوقت أنه نآمن بالرب الإله وحده ونكون أكيدين أنه هو الإله الخالق الحقيقي تقريبا من قبل وحتى لليوم كل البشرية من دون استثناء عندهم الله معين بيعبدوه بيتبعوه منهم نفصلينه على زوء وعملينه الله تبعوه مثلا فيه ناس كان الله تبعوه الشمس وناس الله تبعوه أنثى الأمر أو الله النار أو بعل وفيه غيره نكتار آلهة فارسية آلهة يونانية فيه كل واحد يروح على جوجل ويشوف بنفسه بأيامنا هلا فيه ناس عملة حتى الشيطان الله تبعه وعم بيعبدوه والغريب أنه كل هالالله اللي الناس عملتهم الله ما حدا منهم قال عن نفسه أو نفسه أنه هو أو هي الله بس الناس هي اللي عملتهم الله وصارت تركع لهم وتسجد قدام أصنامهم تمثيلهم اللي الناس عملتها بإيديا لكن في إله واحد وهو الوحيد اللي قال عن نفسه أنه هو الإله فتحوا الكتاب المؤدس وشوفوا أول وصي للإله شو بتقول أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لما كنت عم بقرأ هالأي بالكتاب المؤدس أنا هو الرب إلهك حسيت أنه الوصية الأولى للإله مع الوصية الثانية هنن اللي لازم نبني إيماننا عليهم حتى حياتنا كلها تكون للإله وبعد هايدي الحياة بس نرقد على رجاء القيام نكون مع الإله رح بلش أقول أنه في كلت أنواع من البشر وياريت كل واحد فينا يريجي نفسه وعبادته حتى يكون عم بيعبد الإله الخالق الحقيقي ومشين ما يكونوا مضيع عمره كله عم بيعبد الإله الغلط أول نوع الإنسان اللي عم بيعبد الله ومفتكر أنه هيدا هو الإله الحق وبيقلك أنه مش معقول يكون هيدا واحد من هالالله اللي الناس عملتون الله مصر أنه الله تبعه هو المضبوط تاني نوع الإنسان اللي بيعرف أنه عم بيعبد الإله الخالق بس مش واسق فيه كفاية حتى صار عم بيشرك ويعبد معه حدا تاني تالي نوع هو الإنسان اللي فعلا عم بيعبد الإله الخالق وحده ورح بتشوفوا معي أنه تطبيق الوصية الأولى والتانية رح يغيروا حياتكن حتما للأفضل وقديش هالبسيطين فعلا مهمين النوع الأول الإنسان اللي عم بيعبد الله لكن بيسأل نفسه هل هيطة الله هو الإله الخالق؟ لأنه قدم أي مصيبة أو كارثة هزة أرضية حراية أعصار فيضان مثل ما عم بيصير بها الأيام بيشوف هالأله طبعه غايب لما بيصرخ له وهالأله طبعه مو موجوده مو بيسمع له بيصير يقول وينك يا الله؟ ليش في ولاد بيموتوا بعمر صغير؟ شو زنبهم؟ في شباب قوادم عم نشوفهم عم بيعملوا ويش بيتهم الدينية بات الله أشهم أش بهالهزة شو هالأله؟ الظالم الغضوب الماكر مضل مميت بيصفو بالمميت وبس يموتهم بيصير يسألوا ليش عم بيعمل هيك فيهم؟ وليش ما راح يملي غرقوا بالفيضان؟ ومن هالعبارات معتبرين هيدا الله طبعهم ما بيسمع لهم ولا بيلبي احتياجاتهم بس بيقهر فيهم وبيزلهم لهيدا النوع من البشر حيبي إلك سألت نفسك شي مرة هالسؤال هل يا ترى هيدا الله اللي عم تتبعه وتعبده هو الإله الخالق؟ الكتاب المؤذس واضح انه مش كل واحد بتسموه الله وبتعبده وبتركعوله وبتقدموله أضاحة هو الإله الخالق الإله الخالق الحقيقي هو الوحيد وبشدد الوحيد اللي عرف عن حاله وقال أنا ربه إلهك وكمان وضح وقال شو عميل الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية سفر الخروج عشرين اثنين معناتها مش حيل لأله هو الإله وكمل الرب الإله بالوصي وقال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي إذن هيدا هو الإله الذي أخرج شعبه بقوة عظيمة ويد شديدة وكمان ورجيهن مجده وعظمته هلا إذا أنت يا مسكين ما بتعبد هيدا الإله معناتها عم تعبد آلهة أخرى أو إله آخر وحتى لو قالوا لك هيدا هو الله لأنه شوف شو قالوا الرب لهيدول اللي بيابدوا آلهة أخرى تثنية سبعة أربعة فيحمى غضبوا الرب عليكم ويهلككم سريعا معقولة تكون أنت زمطت من هالكواريس وما متت وهلكت بعد مش معناتها أنت أفضل من اللي ميت وهلكوا أو أنت أبر منهم لكن بعد عندك أنت الفرصة حتى تتوب وترجع للخالب وإلا رح تهلك مثلهم واسمع رب الجنود شو قال ارجعوا إليه أرجع إليكم ملاخي تلاتة منروح للكتاب المؤدسة راهد القديم ومنشوف أنه الرب الإله كان مع الشعب ولا ما بيتبعوه بالتمام وكان مش مع الشعب اللي بيروحوا يبدوا آلهة تانية وما بيتبعوه بالتمام حتى أنه الرب الإله غضب على هارون والشعب تصوروا هارون أخو موسى ليش؟ لأنه لما موسى تأخر بنزلته من الجبل راح هارون وردخ للشعب وعمل لهم عجل حتى يسجدوله ويدبحوله فقال الرب لموسى فالآن تركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم لما بتروح وبتمجد آلهة أخرى إسم الله إسم الشيطان شو ما كانت وتسجد إليه بيشتيل غضب الرب عليك معقول يأدبك مرة مرتين كليتة بعدين لما ما بترجع له بيتركك تتخبط بإيدين هيدا الله المميت الماكر والمضل وكمان حتى ما حدا يجي يقول إحيدا كان الإله بالعهد القديم مع أنه الإله هو هو بالعهد القديم وبالعهد الجديد شوفوا بيوحنى 36 بالعهد الجديد الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الإله كلامي لك فيه بيكون ضد خائنية ومن هن خائنية اللي بيعبدوا آلية أخرى أو أصنام أو حجر أو صور هذه ما فيها أخذ وعطا كل حياتك فيها تكون مزح وطأحنك بس شو ما بعد هالحياة هل أنت عم تعبد الإله الخالق الآب أو عم تعبد غير الإله الخالق الحقيقة وحدة فيه إله واحد تعبدوه وحده بتنيلو البركات وها يعودو مباركا تكون ومباركا تكون ثمرة بطنك ومباركا تكون في دخولك وفي خروجك وبيكملوا بيقول لا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لا تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها أوضح من هيك ما فيه بكل عمرك فيك تعمل مشاريع وعقود وصفقات وتجارات واتغامر فيها كلها معقول تخسر معقول تربح بس هل أنت مستعد أو هل أنت تجرؤ أنه تغامر بأبديتك؟ إذا ما بدك تعبد الإله الخالق وحده تحمل الضربات والعناية العصيين لأنه كمان بيقول ملعونا تكون وملعونة تكون ثمرة بطنك ملعونا تكون في دخولك وفي خروجك يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة ضربات عظيمة راسخة وأمراض ردية ثابتة عم بتشوف؟ فإذا لحق حالك وتوب عن عبادة مين من كان حتى لو اسمه الله وارجع لعبادة الإله الخالق الآب حتى تحصل على بركاته ونعمه أنا عارفي سلف أنه حدا رح يقول طيب ما كلها لله كمان بيعدوا أتباعهم بالخيرات من شن هيك رح جاوب سلف وقول حدا وعدك شي وحده وفى بالوعد شي تاني الرب الإله وفي وأمين بكل وعوده واحد أخرج شعبه من أرض مصر من العبودية واهتم فيهم أكلاتهم وشرباتهم أربعين سنة بالبرية حتى يوصلهم للأرض اللي وعد فيها آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب اثنين خلص سكان مينوة من الهلاق اللي كان حيجيبوا عليهم بس لأنه تابوا وصاموا ورجعوا آمنوا كلاتة خلص نوح وعايلته من الطوفان لأنه كان بار بعيني الرب أربعة نجى وأنقص دانيال من تم الأسود لأنه رفض يطلب من إله غير لإله الخالق خمسة خلص لوط وبناته قبل حرق صدوم وعمورة بسبب كترة خطية أهله ستة نجى الفتي لكلاتة من أتون النار لأنه رفضوا يعبدوا إله الملك نبو خزنصر ورفضوا يسجدوا لتمثال الزهب اللي نصبوا الرب أمين أنه يخلصك أنت وأنت إذا بترجعوله وبتعبدوا إله وحده مش حدا تاني وما تفكر تقول بس أنا خنت الرب وعبدت حدا تاني كيف فيه يسامحني؟ بيسامحك صدقني ودليلي من الكتاب لمقدس لوقى خمسة عشر لقية سبعة الرب يسوع المسيح بيقلك أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة والإي 14 من سفر الخروج 32 بتقول فنادم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه إنت بس توب ورجع له ومش رح يتركك تهلك بتكون جاهل إذا بعدك رح بتروح وراء إله تاني غيره فيه يا إنسان من عبادتك الغلط لإله غلط قبل فوات القوان وقبل ما تهلك الهلاك الأبدي عم بتعيك وقلك لازم توعة من عبادات ورسطة ومن ديانات خلقت فيها عم بتعيك لتعبد الإله الخالق معي الإله الحقيقي الوحيد اللي قال عن نفسه إنه هو الإله واللي أرسل ابنه ليدفع عني وعنك استمن زنوبنا وخطيانا بمرقص بالكتاب المقدس 16 اللي هي 16 بتقول من آمن واعتمد خلاصة ومن لم يؤمن يدن بيحنك 318 الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الإله الوحيد لحقتك دينوني يا مسكين عجل توب وعود للرب اللي وعدك إنه تقضي الحياة الأبدية معه مش بعيد عنه صدقني ما في خلاص إلا بالرب يسوع المسيح يا خي يجرب اقرأ بالكتاب المقدس حسبه كتاب حياة وبدك تتعرف على هالإله أنا أكيدة بتقرأ كتب كتير شي بطعمي وش بلا طعمي وبتتفرج على كتير مسلسلات سخيفة ومضيعة للوقت وبتسمع على كتير أغاني تفهم جرب تقرأ بالكتاب المقدس شو رح تخسر رب يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي ما بيمشي الحال إنك تقول أنا أؤمن بالخالق وبس لازم تؤمن بالابن اللي أرسله الآب لخلاصك الرب يسوع غفر خطاياك تار وأقام موته مين بيقدر يعمل هيك؟ نبي؟ رسول؟ مين عنده السلطان ليعمل هيك غير الخالق بزيته؟ فكر فيها والرب يسوع ما أخذ الإذن من الإله ما أخذ الإذن وقال يا أبي قول لألي عاذر يقوم الرب يسوع اللي قال قم ألي عاذر وألي عاذر قام مين عنده السلطان على الحياة والموت غير الخالق؟ فكر فيها شغل مخاك شوي هقبله اليوم وصير ابن لأله وساعتها نيالك بل طباك رح بتصير تتمتع بكل بركات وخيرات أبوك السماوي هون على الأرض وبكرة بالأبدية تاني نوع من البشر حدا غيره مثل النوع الأول اللي حكيت عنه أو حدا تاني معه رح تنال اللعنات والضربات إذا بتعبده وحده اللي أخرج شعبه من نير العبدية وبتصير من أتباعه وأتقياءه محبينه هو حيكون حافز نفسك ومنقذك من يد الأشرار مزمور 97 عشرة ولكل مسيحي بيشرك حدا تاني مع الإله اسمعوا الوصية التانية للرب الإله تسنية 5-8 شو بتقول؟ لا تصنع لك تمثالا منحوطا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض ونكمل الآية 9-10 لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد زنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغدونني وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصيايا هلا في ناس رح بتقول بس نحن نؤمن بالرب الإله شو المشكلة؟ إذا أنت تؤمن فعلا بالرب الإله من دون حدا تاني معه هالحكي مولة إلك بس إذا أنت تؤمن بالرب وعم تبرم راسك وتعبد اسم تاني أو تركع قدام حدا تاني أو تطلب مباشرة من حدا تاني ساعتها لما بتكتر عليك الضربات واللعنات تبقى روح عند هالحدة التاني اللي عم تركع وتسجد قدامه وتطلب منه وقل له شو باك؟ مش سمعني؟ صحيح أنت الصورة بس معا بتشوفني راكع قدامك؟ صحيح أنت تمثال بس معا بتسمعني عم بصرخ لك؟ شو قطرش؟ وقعمى أنت؟ جوابة إلك؟ نعم الكتاب المقدس بيقول بالمزمور 135 أي 16 و17 لها أفواه ولا تتكلم لها أعين ولا تبصر هذا الحكي عن الأصنام لها آذان ولا تسمع كذلك ليس في أفواهها نفس سمعهاي كمان إرمية 16 و20 هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ يعني أنه أنت يا إنسان عم بتعمل آلهة لآلك ويمنى آلهة ورح شدد على هاي ملكة السماوات اللي بتصلولها وبتنادولها وبتطلب منها وبتركعوا لصنمها وبتبخرولها قديش كون عم بتغيزوا الرب؟ لأنه هاي ملكة السماوات مو مريم أم الرب يسوع سمعوا إرمية 7 و18 الأبناء يلتقطون حطبا والآباء يقيدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعنا كعكا لملكة السماوات وليسكبي سكائب لآلهة أخرى لكي يغيزونني كيف بدنا نشوف رحمة الرب مدام بعدنا عم نصلي لغير الرب ونطلب من هيدول الأصنام والتمسيل رحمة ومغفرة وبعدنا عم نركع قدام حجر وجفصين شغل إيدينا وبعدنا عم نتوسل الشفاءات من مارفلين وعلتين وبعدنا ديرين الأفة للخالق ولحقين مخلوقاته كل هيدول الأصنام والتمسيل ما بينجوك ولا بيحموك ولا بيعطوك عطايا أو بركات أشعية 42 الآية 8 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات يعني ما بعرف شو بدي بعد أقول إذا كل هالآيات ما بدك تصحى ورح تقلي بس هيدا قديس وشفيع مشان هيك أنا بلجأ لأقله رح تذكرك بهيد الآية من الكتاب المقدس ما عليش افتحه شويش مرة وقرافي واحد تيموتاوس 2-5 لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الإله والناس الإنسان يسوع المسيح شفتلك شي حدا من العهد القديم طلب من إليا أو موسى شفتلك شي حدا من العهد جديد طلب من بطرس أو بولوس كلهم كانوا يطلبوا من الرب يخي يعمول مثلهم وقو عوي يك تفكر وتقول إله نحنا ما منعبت الإديسين بس منكرمهم أو نحنا ما منعبت مريم بس منطلب منها نحنا ما منسجد للشاربل بس منركع قدام صنبو ومناكل طراب قبرو عن جد؟ لما بتطلب من غير الإله أو تسجد لغير الإله ولما تتوجه لمريم بتقول يا مريم إيش فينا ولما بتتوجه لشاربل وبتقول له يا شاربل خلصنا يا فلين أرحمنا يا فليتين نجينا شو ما بتكون عم تعمل؟ لما بتقول نقدم كل حياتنا إلك يا مرشاربل ومنحطة بين إيديك خبرني يا دخلك وين الرب بحياتك؟ نسيت إنه على كفه هو ناقشك؟ الشعية 49-16 نسيت إنه اللي يمسك يمس حدقت عينه؟ زكريا 2-8 هل أدّي الرب حافظك؟ وإنت رايح تقدم حياتك لحدا غيره؟ ولمين؟ لخدامه؟ ولما بتقول ضميني يا مريم بين زراعيكي وحرسيني منحيني الأمان إليك يا مريم نضيق الشموع وننحني بخشوع بكرس لك حياتي كلها دون شرط أو قيد وشو كمين بتقوله؟ مريم صارت الوسيطة ويسوع منح السلطان المطلق really؟ ع العالم المنزور وغير المنزور واو الويل لك يا إنسان من غضب الرب الآتي إذا هي اللي بتحرث وبتمنح وبتشفي وبتسامح وعنده سلطانة على كل شي شو دور الرب بحياتك؟ ليش إجا ونصلب كرمالك؟ ودفع حقك دمه الغالي؟ ليش يا غشيم عم تروح عند حدا غيره؟ وهو اللي ناطرك وعم يقرع بابك؟ بدك مريم تتشفع لك عند الرب؟ يا خي حر أنت بس ما تركع له ما تسجد إله ما تطلب منه الشفاء لمرضيك وغفران لخطيك هاي مشكلة كبيرة وإذا كتير حيب بالإدسين الحقيقيين ليش ما تعمل مثلهم؟ ركع للرب اللي هن ركعو له تمثل فيهم ولجاء للرب اللي هن كانوا يلجأوا لأله بذكرك شو قال الرب؟ قال قد حلك شعبي من عدم المعرفة أنت بتعرف هالشي؟ رجاء ما تخلي جهلك يعميك عن طريق الرب هو اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة ما تخبس وتفوت بطرق تانية اطلاب منه هو فاديك هو مخلصك هو الوعدك بالملكوت هو أبوك لا تخونه وتعبد غيره ولا تكرس حالك وعيلتك لآله غيره هدف إبليس الأول والأخير إبعادنا عن الرب وعصيان الرب حتى نطرح إلى الظلم الخارجية إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته عود إلى الرب الصالح الراعي الصالح اللي قدم حياته من أجل خرافه ارجع للإله خالقك أنا ما بفهم كيف حدا بيعصل لخلقه قالك الرب لا يكن لك آلهة أخرى أمامي وإنت بتقله لا ما بدي شفتلك شي مرة الشمس آلت للخلق أنا ما بدي أصطع نوري اليوم أو الأمر أنا اليوم ما بدي نور العتمة كلهم بيخضعوا للخلق إلا أنت يا إنسان كأنك بتقول لخلقك ما بدي إيك بدي أخضع وإركع وإسجد لشربل لرفقة لمريم بدي مخلوقاتك ما بدي إيك أنت مين مفتكر حالك يا إنسان الأرض اشتدي وما في حدا قدي حتى بدك عن عمد تعصى أوامر الرب أنا عارفة أنه حدا هلا رح يقول مارفلين وفليتين عم بيعملوا معجزات شو بديك تقولي بخصوص هالموضوع رحقول هول راقدين ميتين منتقلين شو ما حابب تسميع ربنا بيسمعك ما نو بحاجة لإديس ينزل ويطلع ويوصل له أخبارك وطلباتك الرب أكيد فيه يستخدم مين من كان لمجد اسمه والرب حزرنا وقال إبليس فيه يظهر بملك من نور من شن هيك نحن ما لازم نصدق كل شيء من شوفه وليزم على طول نطلب من الرب يعطينا روح بتمييز لأنه مش كل شيء بيصير قدامك أو بتسمع فيه رح تصدقه على عمياني برجع بقول الرب فيه يستخدم مين من كان لمجد اسمه القدوس سمعني منيح لما العجيبة بتصير بيتمجد الخالق فيها هيدي حت من من الرب لكن لما العجيبة بتصير وبتجعلني أشكر مريم أو شربل وصير بالتالي أعبد مريم أو شربل ويصيروا هنن شغلي الشاغل إركعلهم بخرلهم ضويلهم شموع قدملهم أضاحة هاي العجيبة شو عملتلي وشو عملت فيي بععدتني عن الرب سرقتني من الرب وبما أنه بععدتني عن الرب اللي وحده هو صانع المعجزات ولوحده هو التسبيح والشكران معناته هاي العجيبة مش من الرب وإذا مش من الرب معناتها من إبليس أنا بصراحة بحب شفاعة الرب يسوعه بس ما بحب اللف والدورين الكتاب المقدس قالنا أنه عنا وسيط واحد هو الرب يسوع والرب يسوع قالنا إن كل ما طلبتم من الآب بإسمي يعطيكم يحنى 16-23 بإسمه بإسمه يا جماعة مش بإسم مريم أو شربل أو حدا تاني ساعتها ليش بقى بدي شربل أو ريتا أو ليس أو غيرهم هنن يروحوا يطلبولي لش أنا شو ناصني أنا بنت الملك بروح لعند بي ملك الملوك ورب الأرباب مباشرة وبطلب منه هو هيك طلب مني أنا ما عم جيب هالشي من عقلي هو قال أطلبه بإسمي وهو الوسيط الوحيد حدا تاني رح يقول نحن ما بنركع للصنم بس بنركع لللي بيمثله الصنم هاي الأصنام اللي تركع قدامها وتبوز فيها وتملحس وتاخد بركة من إجرية وتوجه كلامك مباشرة إلى وبتنادي له هاي صارت معبودك وإلهك ما نضحك عبعض ولما أنت مصر تعصى وصايا الرب روح تحمل غضبه عليك مزمور 97 سبعة بيقول يخزى كل عبدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام والمزمور 78 58 أغاروه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم هذا الحكي لللي بحطه تماثيل وأصنام على العالي على المرتفعات على كل راس جبل افتح دينيك واسمعني منيح إرمية 25 6 ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها ولا تغيزوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم لا تسلكوا وراء آلهة أخرى سمعت فلا أسيء إليكم وللناس اللي نص نص بنعبد الرب بتشو خطيئة إذا طلبنا من أمو تشفينا أو تحمينا معليش ما الرب رحوم وبيحبنا كتير يلا بمرقلنا إياها ما عم نطلب من حدا غريب ما هي أمو بتموني عليه مرات كتير بيعملو لك هيك متل كوكتيل من الإديسين ويصيروا يطلبوا من كل واحد شي معي ليش هاتخبيص كله شوفوا أشياء 59 لأي واحد واثنين هأن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطياكم سترد وجهه عنكم حتى لا يسمع الرب عم بيطلع فيكم من عليئو وعم بيشوف هالشوفات راكعين قدام حجر وزحفين بإزلال لتروحوا عند ميتين انتوا بلادو شو صاير فيكم هوين رايحين ليش رايكعين لتمثيل صنع إيديكم قديش لازم يظل يعلم فيكم بيبعد لكم ناس كتير يرشدوكم نبهوكم يقولو لكم ممنوع تحكم مع أموات ممنوع تركعوا وتبخروا لآلهة تانية وهو أبوكم السماوي لقلوا وحده تركعوا وبتسجدوا ومنه وحده تطربوا لما بتركعوا قدام هالأصنام تسجدولا وببخرولا وتحكم معا وتطلبوا منها صارت هي معبودكن وإلهكم صارت وثن ولازم تكبوها برا بدكن الرب يسمعيكم وإنتوا ما بتطلبوا من الرب هل قد أنتوا متكبرين ومتعجرفين يا قليلي الإيمان ليش مش وسئين فيه هو حي وإنتوا عم بتطلبوا من مين من حدا انتقل بتروحوا عند ميتين بتنبشوا قبورا وبتطلبوا منهم ليش؟ ما بقى فيه أحياء عندكم؟ كلكم ميتين؟ بأيام الرب على الأرض كانوا بلمس الطرف رداقوا يشفوا كان بكلمة يؤمر والمريض بقرية تانية يشفى هو اللي دفع حقكم دم غالي وإنتوا بكل بساطة عبد فارطوفي هو حي وإنتوا رايحين عند أموات وخليني أقلكم شو بيعرفوا هالأموات اللي بتحكوا معن وبتطلبوا منن بكتاب المقدس الجامعة تسعة لأي خمسة بتقول أما الأموات فلا يعلمونا شيئا أصحى يا بني آدم شو ناطر؟ إذا ما بترجع للرب رح يبرم وجه عنك ولا رح يسمع لك بات إذا بتندم رح يسامحك وإذا بترجع له رح يحضنك وإذا بتخضع له رح يرفعك بعرف أنه صعب صعب الواحد يتخلى عن عادات قديمة ورثنيها خاصة أنه الأكترية اللي حقين تمثيل وصور وبتصير تسأل حالك شو أنا بعرف أكتر من البابا أو أكتر من المطران أو أكتر من اللي الدارسين ليهوت أنا فهميني عليك أنا كنت مثلك إركع لتمثيل وأطلب من صنم حجر والأمتين هالتمثيل رح يتطلع فيي ويحكي معي ردد المسبحة ألف مرة وإخفة وقوعة وارجع بلش من أول وجديد عشت 30 سنة ولا حدا قال لي إنه هالشي بغيز الرب ولما وقفت غيز الرب وتجرأت قولها الحقيقة في ناس تحسست من كلامة إيه ما فيك تحكي هيك على الكهنة والغريب إنه إذا بتحكي مليون سنة بالرب ما حدا بيسمع لك أو بعبر كلامك بس يا ويلك إذا قربت على الأصنام أو على رجال الدين اللي ما عم بيواعوا الناس على هالعبادات الخاطئة لما وقفت إغاثة الرب وعبدت ووحده تغيرت كل حياتي كأنه حدا انتشلني من الظلمة للنور هقرأوا وعودوا بالكتاب المقدس لا وباء ولا هلاك بصيبك إذا سلمت حياتك وعبدت ووحدك بشكر الرب من كل قلبي اللي ما تخلى عني اللي وعيني من جهلي واللي عملني خليقة جديدة وبشكر حبيبتي المباشرة لأم ماجي خزام اللي تعلمت منها كيف إتبع الرب وحده ولا حدا غيره وتعلمت منها صير أقرأ بالكتاب المقدس يوحنى 3 لقية 15 و16 رب بيقول أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي يعني منك بارد مثل النوع الأول من الناس اللي غير مؤمنين بالمرة أو مؤمنين بالإله الغلط ولنك حار مؤمن بالإله الخالق بالتمام بس أنت نص نص مرة معه ومرة مع حدا غيره مرة بتطلب منه ومرات بتطلب من غيره الرب بده يتقيأك من تمه شو صعب وشو مر هالكلام هل أدى الرب قرفين حتى بده يستفرغك أوف هاي واحدة لازم تواعيك مثل ما وعدنا ما تأجل ولا تنطر إجا الوقت اليوم لتراجع نفسك وترجع من ضلالك إجا الوقت لتكب كل هالأصنام والتمثيل الحجر اللي ركعت قدامه ولما بتحفظ وصايا الرب الإله وبتعبده وحده من دون حدا تاني بالعربي الفصيح من دون ما تشرك حدا معه لا إمه لا إدسين لا شربل لا ريتة لا رفقه لا ليس ولا ها حدا بس الرب الإله ساعتها سمع شو الرب يقول لك برؤية يحنى كليتي لأي عشرة لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض انت حر تسمع شو عم ينقال أو ترفضه والرب يقول لك قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك ليش نعطير بعض وشو بدك حياة ولا موت بركة ولا لعنة ملكوت ولا جهنم بدك تخلي أصنام وصور وطراب ميتين بدك تضل تطلب منهم وتلجأ لهم ولا بدك تسلم حياتك كله لرب الإله وحده هو يسلم حياته كرمالك مستكتر عليه تسلم حياتك لإله طي يحفظ لك ياها من الهلاك الأبدي القرار لإلك وأخيراً رح أحكي مع النوع التالت من البشر المؤمنين فعلاً بالإله وما بيزيحوا لا شمال ولا يمين بس عطوله مركزين عليه ثابتين فيه اخترت كم آية تنشوف شو بيقولوا الرب لولادوا اللي بحبهم وأصنعوا إحساناً إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي تثنية خمسة عشرة كمان فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يقبل وكل ما يصنعه ينجح المزمور واحد كليتين وكمان قال لوقة عشرة تسطعش ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء وكمان يحنى عشرة لأية سبعة وعشرين وثمانة وعشرين خرافي تسمى صوتي وأنا أعرفها فتتبعوني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تحلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي شو عظيم إلهنا كمشنا هيك بإيده مستحيل يتركنا ومين بيسترجي يأخذنا من إيد الرب وكمان الخروج 23-25 وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم كمان المزمور سبعة وتسعين عشرة هو حافظ نفوس أتقيائه من يد الأشرار ينقذهم وكمان رح يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب لا وباء ولا هلاك هل إيه كثير بحبة بتعلمني ما خاف لا مرض لا زلزال لا فيضان لا حرب لا انفجة ولا حتى ناوة ولا شي عم بتقدر وقع هالكلام بيموتوا الناس من عن يمينك من عن يسارك وانت صامد ما بتتأزه لأنه الرب الخالي بيزيته بنجيك وبيخلصك لما انت بتتعلق فيه هاللويا وكمان واحد قرنتوس 2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترى عينه ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الإله للذين يحبونه نيالنا بل طبانا هل قد الرب يحبنا ويعتني فينا عينه علينا نحن خائفيه وطالبين رحمته رح يمسح كل دمعيدنا لا حزن لا ألم هاللويا في شيء أحلى من هيك ولا ممكن يكون في شيء أحلى من هيك رح نعاينه بالملكوت ونشوف مجده ونقعد على مائدته هاللويا وبالخيتين كيف ما رحتوا جيتوا طلعتوا ونزلتوا بتشوفوا انه هالواسيطان الأولى والتانية هنن الأساس للعباد الصح للرب الإله الخالق الحقيقي وإلا انتوا حتما يا عم تعبدوا غير إله أو عم تشركوا حدا ميت معه إذا ما نصير نركع للرب وحده بخشوع ونتوب ونصلي ونطلب المغفرة منه وحده ونحفظ وصاياه ونطبقه ساعتها رح نشوف محبته ورحمته وعدله والرب بيقول بإرمية ستة وعشرين كليتة لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحداً عن طريقه الشرير فأندم عن الشر الذي قصدتوا أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم وإذا ما بتكون التوبوا اسمعوا شو بيقول إرمية 13 واحد هذا الشعب الشرير الذي يأبه أن يسمع كلامي الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها يصيق هذه المنطقة التي لا تصلح لشيء يا معتر مش رح تصلح لشيء أبداً الرب بدوا إياكم اليوم ترجعوا له ما تروحوا الفرصة عليكم فيك تاخد رزق قد ما بدك بهالحياة بس ما تغامر بأبديتك خلينا نتوب اليوم ونوع من جهلنا وعادات أغرثناها وديانات خلقنا فيها ونوقف إغازة الرب لا خلاص إلا بالرب يسوع خلينا نهرب لعنده مش نهرب منه خلينا نقبله مخلص لحياتنا قبل مجيء التاني كذيين إذا ما بتعترف برب الملكوت هون بهيتي الحياة على الأرض مش رح تنال الملكوت بالحياة التانية الأبدية رب يسوع قال لتلميزو لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالإله فآمنوا بي وقال لهم كمان في بيت أبي مناذ الكثيرة أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فرحنا حيكون عظيم بمجيء التاني تعال أيها الرب يسوع تعال خوض الأرار اليوم ما تأجل وما تضيع الوقت الإله ما عمل جهنم لألك عمله لإبليس وملائكته بات إذا أنت مصر تمشي بطريق إبليس هيدا هو المكان اللي إنت رايح عليه وطوبة للي عنده أذنين سامعتين وسمعا